رجل قد أمة نحو التحرر وفتح لها أفاقا تورية دعمت كفاحها ضد المحتل وأسس الجمهورية بعد إلغاء الملكية عاش حياتهم مناضلة من أجل مبادئه وقدم لمصر عهدا جديدا قدى على الإقطاع وتصلت الرأس مالية إنه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي وافق اليوم ذكرى وفاته نعمل في السياسة ويجب أن لا تغيب عنها الحقيقة الأساسية ويجب أن نعمل على تطبق فهذه الحقيقة هي أن ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد بعيد القوة أزدل الستارة على حقبة كاملة من تاريخ مصر والعالم أجمع ومهد الأرض لعصر جديد تمرد على المحتل والظلم بشتى أشكاله ودعم كل الشعوب الطامحة للحرية من المحيط للخليج ناصر القومية العربية ودعا لها فسكنت القلوب وآمنت بها الشعوب العربية فأحبه الملايين إنه جمال عبد الناصر ابن حي باكوس بالإسكندرية المولود في الخامس عشر من يناير من عام الف وتسعمائة وثمانية عشر تعرف ناصر على العديد من الحركات الوطنية كحركة مصر الفتاة وشارك في تظاهرات الإسكندرية ضد المحتلة وهو بعده بالمدرسة السنوية حتى التحق بالكلية الحربية وشارك في حرب الف وتسعمائة وسمانية واربعين وكان أحد أبطال معركة الفالوغة بفلسطين وبعد عودته صار مدرسا في الأكاديمية الملكية العسكرية وكان من الرافضين لمعاهدة عام الف وتسعمائة وستة وسلاسين وفي العام الف وتسعمائة وسمانية واربعين أنشأ حركة الضباط الأحرار مع عبد الحكيم عامر وأنول السداد وزكريا محيدين وغيرهم وانضم لهم جميع الصاخطين على الاحتلال البريطاني والفساد الضارب في عمق الدولة قاد صورة السالس والعشرين من يوليو من عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين التي طالبت بالجلاء وعزل الملك فاروق وتولية ابنه الأمير أحمد فؤاد وفي يوم السامن عشر من يوليو من عام الف وتسعمائة وثلاسة وخمسين تم إلغاء النظام الملكي وإعلان قيام الجمهورية في مصر برئاسة محمد نجيب ليأتي بعده جمال عبد الناصر بقرارات جريئة مغلفة بفكر تحروري سوري أبرزها مجانية التعليم وقرارات التأميم وعلى رأسها إعلان قناة السويس الشركة المساهمة المصرية وهي الصدمة التي أفاق الغرب على وقعها مرعوبا لبزغ فجر زعيم مصري عربي يقود منطقة بأكملها مما دفع الدول السلاس إنجلترا وفرنسا وإسرائيل للقيام بعدوان سلاسي استطاع المصريون في مدن القناة صده ووقفت الأمة على قلب رجل واحد حتى تم دحره آمنت بأفكار ناصر الداعمة للحرية والعدالة الاجتماعية دول عدة في العالم على تساعه وأسس حركة عدم الانحياز في عام 1961 مع الزعيمين نهرو في الهند وتيتو في غسلافيا ليقاوم فكرة الاستقطاب وبعد هزيمة عام 1967 قرر ناصر التنحي إلا أن الجماهير أكبرته على البقاء في منصبه فاستطاع خلال سلس سنوات أن يخوض حرب الاستنزاف التي كانت جزءا أصيلا من نصر السادس من أكتوبر من عام 1973 واستطاع خلال هذه السنوات السلاسة أن يكبد العدو الإسرائيلي خسائر كبيرة وأن يعيد تسليح الجيش وتدريب قواته استعدادا لمعركة الكرامة إلا أن القدر لم يمهله ليصاب بنوبة قلبية عقب اكتماعه بالزعماء العرب في السامن والعشرين من سبتمبر من عام 1970 وتبكيه الأمة العربية بأسرها وتقام له جنازة تاريخية